والرئيس بوتين لم ينجح من خلال عملياته العسكرية للتأثير على معنويات الشعب الأوكراني في العام الماضي هناك ضحايا في صفوف الرجال والنساء والأطفال وتسبب في الكثير من تهجير الشعب الأوكراني وضمر البنية التحتية وضمر حوالي 700 مستشفى والكثير والكثير من المدارس وأثر على حوالي 6 ملايين طفل أوكران وحاليا إن معنويات الشعب الأوكراني عالية وأصبحوا أقوى مما مضى عندما شنت روسيا عدوانها الرئيس بوتين أضاف وبأرسل حوالي 300 ألف جندي لإحداث الأثر السلبي على شعب الأوكراني استخدم المرتزقة واستخدم مجموعات فاكنر كما حدث في أفريقيا وأسيا والآن في أوكرانيا هذه هي قصة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل عام الخاسر الوحيد هم الشعوب الشعب الأوكراني الآن يكافح بكل الشاجع من أجل حريتهم والتقرير مصيرهم كما ظهر من خلال اتحاد كافة الدول موجهة هذه العدائيات المدرسون يعطينا دروسهم تحت الملاجئ وفي ظل انقطاع الخدمات الدول الجوار قدمت كل ما يمكن من الدعم الغزائي هذه قصة كيف أن المجتمع الدولي اتحدى معا إن معظم الدول الأعضاء صوتوا على إدانة الأعدائيات الروسية ورفضوا كل مساعيهم الأمس 140 الدولة في الجماعية العامة لاتخذ قرار في الأمم المتحدة لتأكيد على سيادة أوكرانيا والاعتراف بالعدائيات الروسية وفقا لمثاق الأمم المتحدة الرئيس بوتين حاول تسليح الدولة كاملة مما أثر بسلب على أزمة الغزاء العالمي وفي هيوء الماضي بشأن مجلس الأمم المتحدة كان هناك بعض المساعي للحد من أزمة الغزاء والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك مبادرة البحر الأسود التي عززت من تصدير الحبوب إلى العالم أجمع اليوم مرة أخرى روسيا تحاول مرة أخرى قطع هذه الأعمال لمساعدة خفض أزمة الغزاء لقد وجهنا صادرات النفط إلى أوروبا لضمان حصول الأوروبين على التدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء لم تعاني أي دولة من تبعت هذه الحرب أكثر من أوكرانيا شكراً شكرا